أهلا بحضراتكم من جديد وزي ما كنا نتكلم في أول الحلقة النهاردة عن القمة العربية الأمريكية قمة جدة للأمن والتنمية وتوقيت الهام وتوقيت الحساس التي تتم في هذه القمة وما يواجه العالم من أزمات متتالية من أزمات غزاء وأزمات طاقة وما يحدث اليوم في قمة جدة وكل ما تم تناوله من قضايا على طولة المفاوضات خلينا نتحدث أكتر بالتفصيل مع دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية مسأل خير على حضرتك للأفضل منوارنا في التساعة وعايزة أبدأ مع حضرتك بمسألة يمكن اللقاءات الثنائية والعربية اللي حصلت قبل قمة جدة في مصر سواء في القاهرة أو في شرم الشيخ أو حتى زيارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي العربية يمكن كان لها دور الأبرز في نهاردة وجود رؤية عربية واضحة وموحدة تجاه مختلف القضايا اللي بتواجهها الأمة العربية وأيضا العالم أجمع زي ما كنا بنقول أزمات متتالية سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو أيضا أزمة كورونا وما ترتب عليه من أزمات في مسألة الطاقة والغذاء وغيره هو طبعا استكمال لكلام حضرتك هو بالفعل طبعا كان تحرك مصر وتحرك الدبلوماسية الرئاسية ودبلوماسية القمة في القاهرة كان من أكثر من حوالي شهر حينما التقى سات الرئيس مع الرئيس اليمني وبعدين التقى في القمة السلسية وبعدين مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ثم وزير خارجية الإمارات ثم الجولة الخليجية فكانت تحركات مصر في البداية هي تمهيد الأجواء وترتبها لحياء فكرة النظام الإقليمي العربي وخليني أضع الأمور في نصابها لأنه تحرك مصر تحرك كان مهم وتحرك يعني تجاه الدول العربية كانت القاهرة خلال الفترة الماضية هي نقطة ارتكاز للحركة العربية الإقليمية ربما حضرتك هتقول لي كان تكسيف ده لأنه طبعا ما كانش في قمة عربية قمة العربية مؤجلة والأشقاء في الجزائر مؤجلينها إلى نوفمبر ونتمنى بطبيعة الحال أنها تنعقد فكان تحرك مصر المسؤول باعتبار مصر هي أكبر دولة عربية طبعا وكان لابد أن تتحرك مصر في كل هذه الاتجاهات وتم الاتفاق على أمرين أننا نذهب إلى القمة العربية الأمريكية برؤية أو مقاربة كبيرة في إطار المواقف العربية المسؤولة فكرة الدفاع عن النظام الإقليمي العربي المصر قادته ودول المسايا الرئاسية قادته بداية من فكرة التحالف السلاسي التي تضم الأردن ومصر والعراق ثم التحركات المصرية في مجمع القضايا العربية سواء كان في ليبيا سواء كان في الأضايا الفلسطينية سواء كان في أمن الخليج تأكدت سيادة الرئيس دائما أننا نتكلم على أن الأمن القومي العربي المصري يتمدد ويتماس مع الأمن القومي في الخليج فبالتالي ذهبنا إلى هذه القمة برؤية عربية خلينا أقول وأنا متفائل أنها تبقى الاتفاق حول الأسس والمرتكزات لحضرتك ستشتغلي معها مع التحديات والمخاطر في الإقليم البعض شايف أن تحرك السعودية تحرك مسؤول ومهم بطبيعة الحال لكن هو ارتبط أيضا في تأديري بتحديات إقليمية ودولية القضية لم تكن فقط التهديدات الإقليمية ولكن شعور القادة العرب وشعور مصر واستشعار مصر باعتبار أكبر دولة عربية أنا في تقديري شخصي هو من جعل النهاردة الأمور حديك شفتيها أمام الشاشات أن احنا بنتكلم على نظام إقليمي عربي لم يكن هناك حديث عن نظام شرق أوسطي لم يكن هناك حديث عن ترتيبات أمنية إقليمية شرق أوسطي وأكثر اتضح بشكل كبير أنه مع الاستماع لكلمات القادة والرؤساء العرب كان هناك نقاط مشتركة وتأكيد طبعا طبعا ملاحظة مهمة جدا حضرتك بالفعل أن كان فيه قواصم مشتركة يعني لو عملتي تحليل مضمون أو محتوى مضمون لكل الكلمات القادة العرب هتلاقي فيه قواصم مشتركة التأكيد على القضية الفلسطينية ده كان نقطة مهمة وده كان ملفه مهمة أوي يمكن سيادة الرئيس كان محدد أوي وتتالت كلمات القادة العرب بما فيهم طبعا العهل الأردوني الملك عبدالله الثاني كان برضو واضح في هذا السياق ثم تكلمنا على التهداد الإقليمية تكلمنا على الإرهاب تكلمنا على التطرف ففيه قواصم مشتركة لكن خلينا أقول في كل سياق كل رئيس من الذين حضروا وجه لأولويات مهمة يعني كان لازم إحنا نتكلم في مسألة الأمن المائي كان لازم نتكلم على حقوق مصر كان لازم نترح قضية الإرهاب والتطرف اللي إحنا بزلنا فيها مجهودات كبيرة دفعنا فيه التمن وطبعا التمن كان غالي فلازم تترحي ده مقاربات الدول العربية النهاردة نقلت رسالة ليه إلى الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي جاي برؤية محددة هذه الرؤية المحددة والمقربة الأمريكية هو أنه لا يؤكد الشراكة فقط يعني أنت حاضر كل شوية بأن يومين بنتكلم أنهما بيجددوا الشراكة في الإقليم وأنه بيسعوا إلى هذه نظرة مختلفة للشرق الأوسط في أولى زياراته الشرق الأوسطية الرئيس الأمريكي جو بايدن هل إحنا أمام صفحة جديدة من العلاقات الأمريكية العربية كما وصفها وزير الخارجية السعودي تتسم بمسألة التعاون المشترك وليست إملاءات يعني خلينا أقول أنه من المبكر أن نقول هذا كل اللي حضرك شفتين نهاردة دي أقوال المهم أن تترجم إلى أفعال وطبعا بطبيعة الحال الرئيس الأمريكي وهو جريء في هذا أن يقول أنه أخطأ وإدارته أخطأت في عدم إدراك أن منطقة الشرق الأوسط منطقة مهمة لأنهما مجاي قدم الاستراتيجية الأمريكية المؤقتة لأعلنها في مارس 2021 حطوا الأولوية كما تعلمي حضرتك لمنطقة جنوب شرق أسيا وحطوا منطقة أوروبا كان فيه نوع من أنواع الاستدارة عن الشرق بالزبط وتركوا منطقة الشرق الأوسط اليوم في اعتراف ربما حضرتك تقولي لي ما الاعتراف ده جاي نتيجة الحاجة الأمريكية فرادتها الأزمة الحالية الموجودة الأزمة وإمدادات الطاقة وما إلى ذلك والغذاء يمكن أن أقول طبعا الجامل المصري كان هناك حديث من أيام من المفاضل الأوروبية عن أنه حيكون في تعاون مع سيد رئيس عبد الفتاح السيسي ومع الدولة المصرية في مسألة الأمر صحيح صحيح فأنت بتتكلمي بلغة جديدة لكن أنا برضو عايزة أضع الأمور في نصابها الولايات المتحدة وهذه الإدارة يعني خلينا أقول أنه الإدارة خليني أنظر فيه الزاوية الأخرى في أمريكا أنه ردود الفعل الأمريكي على الزيارة حتبدو في الفترة المقبلة مع أمرين أمر الأول هو ماذا نريد من الإدارة الأمريكية نحن نريد إدارة أمريكية تكون منصفة للحقوق العربية إحنا صحيح أنهما تكلموا فيه بيت لحم على فكرة الدولة الفلسطينية ومقربة الدولتين وتأكيد الحقوق الإنسانية والمساعدات لكن هو تحدث في إسرائيل عن أمور خاصة بالمساعدات العسكرية ومنظومات الدفاع وما إلى ذلك في الخليج تحدث بلغة وقعية يعني خلينا أقول أننا دخلين مرحلة في نمط العلاقات المصالية العربية حضرك أيما على فكرة الوقعات السياسية ومصالح مشترقة أن ليكي مصالح وليه مصالح نقرب في مساحات التلاقي طبعا لازم تقف فيه ومن حق كل طرف أنه يبحث عن مصالحه يبحث عن مصالحه ده حق مشروع بدون أن يحدث ضرر بالأطراف الأخرى عشان كده حدث كنتي بتكلمي على إيران هو لم يتحدث هو الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية تتحدث على أن إيران خطر أكبر الأشقاء في الإمارات والأشقاء في السعودية وفي سائر دول الخليج لم يتحدثوا بالصورة المباشرة السعودية وفي المؤتمر الصحفي وزير الخارجية قال فيما معناه أنه لسه فيه جوالات ماضية والأمور ماشية وفيه وسطات عراقية وما إلى ذلك ففيه جزء من ده مرحل لده الإمارات أصدرت طبعا بيان رسمي قبل عقد القمة أن إيران ستعيد سفيرها وأنها سيبقى فيه تعاملات وبالتالي رفضت الفكرة الأمريكية لكن خلينا أقول أول اختبار حقيقي حيكون بعد أيام قليلة حتشوفي هذه الإدارة الصديقة أو لا لأن المفاوضات النووية ستستأنف في قطر وبالتالي هذه المفاوضات إذا نجحت في توقيع مرحلة أولى لعملية الاتفاق هنا سنقدر نحكم على الإدارة الأمريكية أهل الإدارة جدة في كل ما ذكرته ولا هي بس في موضوع إمدادات الطاقة بتتعامل معها والمصالح الاقتصادية أولا الحاجة الثانية هي أنه ما أعلن على فكرة ترتيبات الأمنية موضوع حلف الناتو العربي وفكرة الشرق أوسطية وهي لم يكن يعني ما فيش أصلا حديث عن مسألة ناتو عربي بالضبط هي كان طبعا يعني ما يتردد بس خلينا أقول أن الفكرة قديمة مش جديدة لأنها طرحت أهم الرئيس سرامب في فكرة اللي هي الناتو العربي للشرق أوسطي وبعدين طرحت في تجمع اسمه تجمع ميسا كان تطوير للفكرة فهو بيعاد تطوير أفكارها بسرعة أو بخرى لكن الولايات المتحدة لن تصيخ شكل أو مقربة لأمن المنطقة النهاردة هنكلم على الأمن القوم العربي ولا نتحدث عن الأمن الشرق أوسطي نتحدث عن مواقف عربية وليس مواقف دول الشرق أوسطية دي نقطة مهمة جدا يعني النهاردة بالفعل التأكيد على فكرة القومية العربية الجديدة أو المعاصرة أو نظام الأقليم العربي أعتقد ده شيء مهم جدا نتأكد عليه لأنه طبعا مخاوف الناس كانت كل التعليقات أنه لا فيه ترتيبات أمنية فيه شيطانة إيران فيه تهديدات للإقليم كل ده وضع فيه سياقه اليوم أنا أعتقد أنه العلاقات الأمريكية العربية بالفعل تحتاج إلى تصويب مصار جرى فيه السعودية اليوم الخطوات الأولى طبيعة الحال أن نحن متفائلين لكن لازم تبقى فيه إجراءات بناء ثقة هذه الإدارة الأمريكية عليها أن تتفهم مطالبنا لدينا متطلبات عربية ولكل دولة عربية بالمناسبة فبالتالي إذا لم تتفهم الإدارة الأمريكية هذا الأمر وتقسره على موضوع اندادات الطاقة أوبط بلس والسياسات النفطية أنا أعتقد ستكون هناك مراجعة ولن نعطي شيكا على بياض للإدارة الأمريكية هذه المرحلة مرت ولهذا كان الرئيس الأمريكي صريح وجريء حضرتك ما قال إيه أنه إحنا لا نريد أن يكون هناك فراغ في الإقليم أن يكون هناك الصين تكون روسيا لا الدولة العربية اليوم لديها إمكانيات لديها قدرة على الحركة لديها أوراق ضغطة فبالتالي أعتقد الإدارة الأمريكية ستقيم أمورها لكن يعني خلينا نقول لا نريد أن نعطي الإدارة الأمريكية أكتر مما تستحق الإدارة الأمريكية فقدت مصدقيتها في مراحل معينة هذه الإدارة السابقة والرهنة كما تعلمي طبعا مش في ملف الفلسطيني يعني أيضا في ملف العربي كنت تعايزة أصدرتك عن المقربة ما بين قمة الأمريكية الإسلامية في 2017 بوجود رئيس الأمريكي ترامب وقتها والقمة اليوم بحضور الرئيس جو بايدن ويمكن حيث كنت بتتكلم عن أن الإدارة الأمريكية فقدت المصدقية ومش بس هذه الإدارة لكن كمان الإدارة السابقة ليه بقى لأنه القضية نهارة دلوقتي حديثت مش خطوط طيران ناس فهم أن أنا حتى خطوط طيران فأعمل تطبيع وأعمل سلام وأعمل كذا من المبكر أن كل هذا كل دولة عربية من حقها أن تقيم عملية سلام لا توجد مشكلة لكن المشكلة الرئيسية فيه هي أنه لابد أن تكون هناك معطيات حاكمة للمواقف العربية تجاهز الإدارة أنت تتحدثي عن فكرة حل الدولتين يجب أن يترجم هذا الكلام إلى واقع يعني هذا الرئيس الأمريكي اللي جاي بتكلم عن المداد الطاقة لابد أن يحدد آلية لاستقناف المفاوضات والانتصالات ربما حكرة تقوليني لا ده في حكومة مؤقتة في إسرائيل ويا إيرلابيد رئيس مزراء مؤقت وما إلى ذلك لكن هذكر حضرتك هما سموا الإعلان إعلان القدس ما سموش إعلان تل أبيب يعني هو فيه اعتراف بأن القدس عاصمة لإسرائيل فيه أمور شكلية لكن لها أبعاد خطيرة في التعامل مع الإدارة الأمريكية هو جاي يقول لإسرائيل أنا بتعهد بأنه إيران لن تكون دولة نووية يا سيدي إيران وصلت لمرحلة العتبة النووية وبالتالي لا يوجد ما يؤكد أننا النهاردة سنشيطن إيران ونصفها في البحض الشريطاني في العلاقات الدولية اليوم نحن نبحث عن مصالحنا وبالتالي موضوع أن تهديدات إقليمية يجب أن نحددها وهذه التحديات مرتبطة بإيه حضرتك مرتبطة بإذا وصل الأمريكان والإيرانيين ليه اتفاق نووي هنا هتبقى مشكلة الدول العربية اللي حالك شفتها النهاردة فيها السعودية لم تشارك فيه مفاوضات نووية ولم يكن لها دور ولم يتم الاستجابة لمتطلباتها إذن كيف اليوم تريد أن تدخل الدول العربية في مواجهة إيران وتبني حلفا أو تبني تجمعا تالي الدول العربية النهاردة من الزكاء حطتوا الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية وستضعوا في اختبار يعني المدة بتاعة أوبك بلاص دي مدة الشهرين حضرتك هتبقى محل اختبار في هذا السياق وبالحديث عن الطاقة النووية والسلاح النووي سيد رئيس عبدالفتاح السيسي تصرق لده في المقاربة الشاملة في محور من المحاور زي حيك شفت المقاربة اللي قدمها سيد رئيس عبدالفتاح السيسي اللي زي ما كنا بنتكلم تحدث فيها عن كل شيء ويمكن تحدث فيها بلسان العرب ككله وحتى بلسان الأفريقي عندما تحدث عن أولا القضاة الفلسطينية كما سميها وهي قضاة العرب الأولى والأمن الغذائي والطاقة ودعا الدول للتعاون لحل هذه الأزمات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ووجه كلامه هنا للمؤسسات والدول الداعمة لهذه المؤسسات والميليشيات الإرهابية وأيضا الحديث عن بناء المجتمعات من الداخل يمكن مقاربة كانت واضحة وصريحة من سيد رئيس عبدالفتاح السيسي طرحت اليوم في قمة جد يعني خلينا أقول أنه يمكن وده يمكن شهادتنا هتبقى مجروحة لكن لازم نقول ده أنه كلمة سيد الرئيس كانت كلمة منضبطة بصورة مباشرة كل كلمة لو بتاع الملالها تحليل مضمون هي بسياقها وفي إطارها حتى الخمس مبادئ الرئيسة لخريطة الطريق لمواجهة التحديات والمخاطر كانت مصنفة بتصنيف مباشر وخطة عمل وخريطة الطريق واضحة سيد الرئيس انتقل من الحديث عن الداخل وفيه طبعا قضايا مرتبطة بالأمن الماء كما أشرت والحفاظ على حقوق الدول ودي جزء خاص بنا كمصر لكن هو أتكلم على بناء المجتمعات المجتمعات العربية بنتكلم على مواجهة الإرهاب التطرف حق الإنسان حق السلام حق أن أنت تصل إلى السلام والاستقرار لكن هو يريد أن يذكر الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة أنه عدم التدخل في شؤون الدول القضية مش قيم إحنا بنتبنها هما بيتبنوها دي أمور نسبية يعني بالمناسبة لكن أنت بتتكلمي بمقربة مصرية وعربية وإقليمية الجزء الدولي هو كان مرتبط بالأزمات التي تواجه العالم ويمكن سيد الرئيس كان واضح في هذه النقطة هو يتكلم اتفق معه جلالة الملك عبد الله الثاني في بعض النقاط بالمناسبة في هذه النقطة تركيزه على القضية الفلسطينية كان مهم جدا لأنه في غياب الرئيس محمود عباس دائما وفي غياب الفلسطينيين دائما ما يذكر الرئيس العالم ودي مش أول مرة على فكرة فيه كلمات الجمعية العامة وفي المؤتمرات الدولية الحديث باسم الأشقاء الفلسطينيين صحيح أن أبو مازن التقى مع الرئيس جو بايدن في بيت لحم لكن النهاردة وهو في جدة بيكلم السيد الرئيس على حول شعب الفلسطينيين في قمة يتبع العالم كله ويتبع وسائل الألم بتأكيد طبعا وفكرة حل الدولتين وتصميم مصر عليها أمر مهم موضوع مواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية وإنه العبارة اللي حديك أشرت إليها من شوية إنه الأمن القومي جزء لا يتجزأ جزء منه بمعنى إيه؟ إنه مش حضرتك تفسري وأنا فسره فيه أمن قومي اللي هو مرتبط به الأمن القومي العربي مرتكزات السياسة الخارجية المصرية بتقوم على هذا فحتى خطة المصاري الخمس نقاط الرئيسية الخاصة بمواجهة التحديات والمخاطر الإرهاب والتطرف لسياسة الرئيس وقف أمام ومرتين هو بيكلم أنا أعتقد وكاميرا جايبة وش الرئيس جو بايدن إنه هو عايز يقول إحنا ربما نختلف أو نتفرق لكن في النهاية ما صاحب التجربة في هذا الأمر لازم نذكر العالم بهذا إن مصر بالفعل وجهة إرهاب سنوات طويلة وإدرت بمفردها الحمد لله إنها تنجز هذا وده بفضل أجلس الدولة مؤسساتها الدولة المصرية الكبيرة الراصخة مؤسساتها فبالتالي إحنا بننقل الصورة دي الحاجة المهمة أيضا اللي جات فيه سياق الكلام هو التأكيد على حقوق المجتمعات والدول في الحياة أنت مش بتكلمي على أنت بتكلمي على حروب ونزعاتهم حق الحرية العقيدة بالضبط فكل ده أمور أنا أعتقد أنها كتاب عمل جيد وصالح وطبعا فيه قواصم القادة العرب الآخرين ربما أشاروا لبعض النقاط لكن بعض الكلمات كانت مباشرة يعني الرسائل للسادة الرئيس النهاردة كانت واضحة جدا وأنا لاحظت حاجتين تبدو ملاحظة شكليا وزير خارجية بلينكين كان بيكتب بعض النقاط وراء السادة الرئيس فدي برضو مؤشر أنه هو يريد أن ينكر الرسالة إلى بعض النقاط المهمة وأنا أعتقد أنه كانت الكلمة موفقة ومنضبطة يعني بصورة كبيرة تحدث أيضا سيد رئيس عبدالفتاح السيسي عن أمر هام جدا ويمكن كمان مصر بتستضيف القمة المناخية القادمة في نوفمبر القادم في شرم الشريخ ومسؤولية يعني الدول الصناعية الكبرى دول العشرين ويعني ضرورة أنها تتحمل مسؤولية التغيرات المناخية اللي بتعاني منها بشكل كبير الدول النامية إحنا بنتكلم على ملفين أمن الطاقة والتغيرات المناخية استضافتنا إن شاء الله في قمة الشرمة مرتبط طبعا بالمناخ والدولة يعني بذلة مجهود كبير جدا وفي لجنة على مستوى عالي جدا وضمنا خبراء من كافة القطاعات البيان الختامي أكد على استضافة مصر ثم النسخة التانية لإمارات في السنة التالية لكن البيان الختامي أكد على دور مصر في هذا الإطار إحنا بنتكلم حضرتك ربما على مجالات جديدة الدولة المصرية بتتبنياها فكرة الأمن السبراني بنتكلم على أمن الطاقة بنتكلم على الهدروجين الأخضر بنتكلم على الاقتصاد الأزرق بنتكلم على أمور جديدة النهاردة مرتبطة بتسويق مبادئ ومرتكزات جديدة السياسة خارجية المصرية يعني أنت بتكلمي بلغة العالم دلوقتي إذا كنا حنستضيف نسخة لهذا المؤتمر مهم بس خلي بالحضرتك في نقطة مهمة إحنا في جلسكو في المؤتمر اللي فات في النسخة اللي فاتت كان كلمة السيد الرئيس اللي وقف فيها قدام حاجتين قال إن الدول اللي هي تسببت فيه انبعثات الحرارية وفاقت النسب المقررة وخلفت بعض مبادئ باريس عليها أن تراجع نفسها وفي فكرة التعويضات اللي طرحت على لسان السيد الرئيس في القمة الماضية النهاردة إحنا بنحمل العالم مسؤوليته في ده إحنا بطبيعة الحال بنبزل كمصر مجهود كبير جدا فيه إن شاء الله في نجاح النسخة الجديدة من مؤتمر المناخ لكن خلي بالحضرتك موضوع أمن الطاقة شغل مصر في مستويات متعددة وإن شاء الله ربنا يعني يكلل جهود الناس بكل خير طيب أعايز نروح كمان مع حضرتك لملف أخر تم طرحه وهي مسألة بناء المجتمعات ويمكن إحنا في مصر هنا شفنا جهود كبيرة تمت لو إحنا بنكلم على تمكين المرأة وده ظهر في كل المؤسسات لو بنكلم عن تمكين الشباب ومنتدايات الشباب اللي تمت خلال السنين اللي فاتت ووصول الشباب لمناصب يمكن ما كناش بنشوف فيها هذه الأعمار ومسألة حرية العقيدة وقيام المؤسسات الدينية بدورها في مسألة يعني تثقيف الناس بده وبضرورة وجود ده ومسألة الحديث المستمر عن حقوق الإنسان من وجهة نظر كل دولة وما يناسبها وما يعني يتصق مع الهوية هو ده طبعا ترح في إطار حضرتك تبني المفاهيم الدولية هو طبعا الحقوق الإنسان هي ليست حقوق سياسية كما تعلمي فقط هي حقوق متعددة حقوق المأكل والملبس وفرص سمكين الشباب والمرأة إحنا أطعنا شوت كبير خلي بالحضرتك أنا تمالي أقول عبارة مهمة أوي إحنا مش محتاجين شهادات حسن السير وسلوك المجتمع الدولي لكي نقول في هذا فكرة تمكين المرأة فكرة استحداث منتديات الشباب ومؤتمرات الشباب دي كانت مرحلة مهمة جدا قطعت فيها الدولة المصرية صورة مشرفة للغاية موضوع التمكين مش فقط في المناصب السياسية أو في المناصب الوزرية لكن أنت بتعملي إعداد للشباب جيد بتعمليه وفق للتجربة المصرية يعني صحيح أن أنت حضرتك بتاخذ خبرات دولية لكن لما أنت عملت مؤتمرات الشباب الدولية واللي حضرها شباب من كل دول العالم بتقدمي صورة مصر الجديدة مصر الجديدة اللي نهارده بتكلمي فيه دولة عصرية بتقدر تدي فرص لكل شرائح المجتمع المصري الإشكالية الرئيسية هل إحنا محتاجين ده عشان نقنع العالم إن إحنا بنعمل ده بهدف إن إحنا ندي تمكين للمرأة لا لأنه إحنا بنتحرك وفق خصوصية التجربة المصرية زي ما قلت لحضرتك النهاردة أنت بتتبني دوائر جديدة في السياسة الخارجية المصرية أنت روحتي عملتي في فترة حكم الرئيس السيسي دوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية في الشرق المتوسط ما كناش نسمع على الشرق المتوسط صحيح أما روحتي عملت استدارة شرقا ناحية أسيا كل دي دوائر جديدة للحركة نوع من أنواع التوازن الاستراتيجي اللي بيتتسم بالحياد الإيجابي والانفتاح على الجميع يعني خلينا أقول أن فكرة عقيدة الرئيس السيسي إن صحة تعبيري العقيدة السياسية النهاردة بتتطفق مع أمرين التطورات الجارية في المجتمع الدولي وإنت حضرتك بتتحرك في هذا الإطار وعندك قدرات وإمكانيات كبيرة جدا حضرتك بتشيري بالشباب النهاردة بالتأكيد إشادة بالشباب نتيجة للإعداد الجيد اللي تم ليه النهاردة بتلاقي معاونين بتلاقي مساعدين مزراء بتلاقي في مناصب أعضاء مجلس النواب النهاردة مجلس الشيوخ كل ده في إطار تمكين هذه الشرائح لتولي مواقعها بهذه الصورة الجيدة اللي أنت تقدر تبني عليها دولة عصرية فالنهاردة أنت مش بتتكلمي فقط على مجالات جديدة في السلسة الخارجية طاقة وبتتكلمي على أمن السبراني وبتكلمي على التعاملات الدولية والتكنولوجية وبتتكلمي أيضا على بناء الإنسان وبناء الإنسان هو الأهم أنا في تقديري المكون البشري حضرتك أسما ما لديك لأنه لا حديث عن التنمية مستدامة أو إصلاح أو أي شيء لو ما كان فيه بناء جيد للمجتمع وإعداد جيد وتنشئة جيدة وقصص ومرتكزات يبنى عليها هذا الإنسان لكي يتولى موقعه طبعا وفق إيه هذه المنظومة المتكاملة صحيح طيب يعني عايز دلوقتي يعني أتكلم وحديك عن مسألة الأطروحات العربية اللي تمت النهاردة في قمة جدة ويعني النتائج بقى اللي احنا مستنيينها من هذه القمة بعد انتهاء هذه القمة أنا في تقديري أن مواقف الدول الخليجية حيبقى مرتبط بحاجتين رد فعل السياسة الأمريكية على ما سيجري لأنه طبعا النهاردة كانت هناك مطالب مباشرة من قبل الإدارة الأمريكية في مسألة الطاقة ووزير الإنسان الرئيسي لكن موضوع بقى إيران والتهديات الإقليمية وترتيبات أمنية هتاخد بعض الوقت ربما أنا في تقدير عدة أشهر فمش هتقدر يتحكمي عليها لكن الأهم بالنسبة لنا كدول عربية والخليج تحديدا أنه وضع الأمور في نصابها الطبيعي ولم يعطي للرئيس الأمريكي شيكا على بياط وأكرر في ملف الطاقة وملفات أخرى موضوع إيران ده ملف مؤجل لأنه إذا وصل الإيرانيين مع الأمريكان لاتفاق نووي إذا نقطوا من أول السطر هتبقى فيه مراجعة كاملة للعلاقات الخليجية الأمريكية وأنا أعتقد أنه الأشقاء في مجلس سعاون الخليجي لديهم الرؤية البديلة الرؤية البديلة ليست الاتجاه إلى أطراف أخرى روسيا أو الصين لأن الشراكة الأمريكية الخليجية أو العربية شراكة ممتدة لسنوات طويلة أكتر من 80 عام فبتكلم حضرتك فيه منظومة للعلاقات وطبعا فيه متغيرات في الإقليم ربما الناس ما تبصش إليها النهاردة السياسة الأمريكية والسجارة الأمريكية بتعيد تأهيل الدول الخليج وحطتها مع الكل مركزي الأمريكية في مهام واحدة فالنهاردة الناس ما تتخضيش ويمكن ده دكتور طريق نوع من أنواع الإدراك حصل يعني لا التغيرات اللي حصلت فيه منطقة الشرق الأوسط وإحنا كلنا نتكلم عن يعني كمان خصوصا بعد ثورة 30 من يونيو ومطرق من تغيرات داخلية وتوازنات واستراتيجيات يعني مصرية عربية وما نشهده اليوم من توحيد للرؤى يعني خلينا أقول إحنا تملك مصر بندي النموذك في الإقليم لأنه أنت عندك استقرار سياسي وأمني واقتصادي وعبرتي بكثير من المراحل الصعبة وبالتالي دول الخليج وهي تنظر لك بتنظر لك نظرة الأخ الكبير يعني بصرف النظر عن ما جرى في السعودية لكن في النهاية تبقى مصر مصر النهاردة مصر هي نقطة الاستقرار المهمة في الإقليم النهاردة ما يتكلم الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية على دور مصر في القضايا الإقليمية مش في الملف الليبي أو الفلسطيني فقط لأنهم يدركوا مع من يتعاملون إحنا أصحاب تجربة مع سلام مع إسرائيل لسنوات طويلة استقرت بصرف النظر عن التباينات في بعض الرؤى لكن في النهاية أنت أمام دولة مستقرة بتنعم بكل مقاومات الاستقرار في الإقليم في حين أنت أمام إقليم مضطرب بكل ما فيه وبالتالي لابد أن تنظري حضرتك وأنت بتقيمي إلى الإقليم بكل ما فيه آه في مهددات إقليمية في إيران في حالة من إسرائيل لكن عندما النهاردة سيد الرئيسي تكلم على منع انتشار الأسلحة النووية هو يقصد إسرائيل حينما يتحدث عن ضرورة أن يكون هناك التزام بمعاهدة الاني بي تي معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وأن تبقى الدول مسؤولة وتبقى فيه مناطق خالية من أسلحة الضمار الشامي دون أن يسمي باسم إسرائيل المعني هنا إسرائيل وبطبيعة الحال إيران وكل القوى العابسة بأمن الإقليم اللغة الرقية قوي اللي النهاردة كانت في كلمة مصر كانت مهمة نها تتقال بهذه الصورة وتتقال إن احنا بنبحث عن استقرار الإقليم بصورة واضحة وإن احنا عايزين إقليم مستقر الأطراف العابسة بأمن الإقليم بالمناسبة مش إسرائيل وإيران بس ما أنت قدي أمامك تركيا وأمامك أسيوبيا في الجنوب فيه تطورات كتيرة في هذا الإطار مصر دولة قوية دولة مركزية ولديها إمكانات وقدرات نهاردة دول الخليل وحضور السيد الرئيس وفق طبعا التطورات الأخيرة طبعا كان إدى زخم كبير للمشاركة العربية الأمريكية صحيح وجود مصر فاعل طبعا طبعا فاعل ومؤثر وواضح ويزن المعدة العربية العرب بدون مصر أنا في تجدير مصر طبعا بالزبط وضابط إقاع للاستقرار في الدخلين بأكمله صحيح دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بشكر حضرتك شكرا جزيلا على عبودك معنا النهار مشاهدينا سيب حضرتكم مع فاصل ونرجع بعده نكمل التاسعة خليكم استنيئنا اشتركوا في القناة